موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم مجددا عبر صفحات هذا المساق مساق النمو الصحة النفسية تكلمنا في المحاضرات الماضية عن تعريف علم النفس النمو تكلمنا عن أهميته بالنسبة للأخصائيين وبالنسبة للمعلمين وبالنسبة للأفراد وبالنسبة للمجتمع تكلمنا وبالنسبة للآباء وتكلمنا عن مظاهر النمو المظاهر اللي لها علاقة بالجانب الجسمي والفيسيولوجي والعقلي والانفعالي تكلمنا كمان شوية عن متطلبات النمو وعرفنا النمو اليوم نتجه باتجاه المحاضرة اللي بنعتبرها المحاضرة الأهم في بدايات هذا المساق وهي المحاضرة التي نتحدث فيها عن قوانين النمو هذه القوانين تمثل عموداً فقرياً في هذا المساق فيصل في هذا المساق من الضروري بمكان أن نفهم هذه القوانين ونفهم الأمثلة على هذه القوانين لأنها ستريحنا بعد هيك بشكل كبير جداً في بعض القوانين في بينها نوع من التشابه مطلوب تركيز مطلوب دقة واسألي أي حاجة أنت حاسة الأمور بدأت تدخل على بعض حاول أن تسألي فيها ستحس اليوم محاضرتنا كثير مبنية على المحاضرات السابقة لأن هذا المساق زي ما حكينا هو أشبه بعملية تراكمية المحاضرات المبنية على بعضها البعض أرجو منك وإذا كان في نوع من الغموض إذا في حاجة غير واضحة أن ترفع إيدك ونتناقش فيها طبعاً راح نعرض اليوم قوانين النمو بشكل نظري محاضرة القادمة حيكون فيه عندنا فيديو خاص بتكلم عن قوانين النمو حنتناقش فيه إن شاء الله أول قانون عندنا أن النمو يتم في جانبين الجانب الأول تكويني والجانب الآخر وظيفي يعني كأنه عملية النمو تسير فيه مسارين لكن هدول المصارين مالهم مع بعضهم البعض تمام؟ نمو تكويني بيجي نمو وظيفي يعني نمو عضوي بيجي مباشرة بعدي اللي هو النمو الوظيفي أو التغير الوظيفي تمام؟ هذا الكلام مر علينا قبل هيك لما نعرفنا إحنا علم نفس النمو لما نكلمنا في التعريف بأنه عبارة عن سلسلة من التغيرات العضوية اللي هي التكوينية بين قوسين الكمية التي ينتج عنها سلسلة من التغيرات الوظيفية بين قوسين الكيفية نفس الكلام اللي هناك هو له علاقة بهذا القانون أن النمو الإنساني يسير في اتجاهين متوازيين فيش انفصال بينهم طبعا في الوضع الطبيعي لانفصال بينهم تجاه الأول إذا كان هناك أي تغير في الجانب التكويني في الجانب العضوي ينتج عن هذا التغير تغير في وظيفة هذا الجانب أو في وظيفة هذا العضو تمام؟ أريد مثال مثال سريع على القانون الأول من تعطينا مثال؟ مثال على القانون الأول أنه تغير العضوي بجوارة تغير وظيفة تفضلي نمو الدماغ نمو الدماغ حجما هذا النمو ينتج عنه زيادة في تفكير الإنسان زيادة في ذكاؤه زيادة في قدرته على إدراك العلاقات زيادة في الانتباه اللي بيكون موجود عنده لاحظه هان تغير في الجانب العضوي نتج عنه تغير في الجانب الآن طيب مثال تاني تفضلي الضهور الأسنان عند الطفل بمثابة تغير العلاقة بالجانب العضوي أو التكويني يترتب على ظهور الإنسان تناول الطفل للأطعمة الصلبة تمام؟ واضح الفكرة هذا بالنسبة للقانون الأول أعتقد أنه مر علينا سابقا طيب قانون الثاني أن النمو يسير في عملية أو ضمن مراحل متتابعة متسلسلة نمو الإنساني يسير ضمن مراحل فيها نوع من التسلسل وهذا الكلام إحنا كمان حكينا عنه برضو كمان لما نعرفنا علم النفس النمو تحت بند كلمة سلسلة آه سلسلة تمام؟ إيش يعني القانون الثاني عملية متتابعة تفضلي أنا نمو عملية متتابعة تبدأ من مرحلة أولى إلى مرحلة أخيرة يجب أن تكون هذه المراحل متتابعة ويجب أن يمر الإنسان بجميع هذه المراحل وأيضا هذه المراحل تكون عند الانتقال من مرحلة مرحلة تكون نوعا ما متداخلة وبالتمييز بينهم شكوية بس موضوع التداخل مش هان مكانه يعني أنت مشيتي كويس تمام؟ موضوع التداخل حروحة أنا أقصد أنه إصاب تمييز بين كل مرحلة كلام جميل موضوع التتابع مرة ثانية كمان مي رحبة هناك تفضلي عيام النمو عملية متتابعة تبدأ من خلال مراحل يجب أن تكون جميع هذه المراحل بطوية مرحلة تعتمون على المرحلة السببية يعني مثلا ناخد مثال على نمو الحركة عند الطفل الطفل بحرك راسه برفع راسه بيقلب على ظهره بعد هيك بكون في عنده قدرة على الجلوس بعد هيك بيقف بمساعدة آخرين يقف لوحده يمشي يجري يصعد الدرج لاحظوا هان فيه نوع من التسلسل في النمو ما بصيرش أنه أول ما ينولد يطع الدرج وينزل وبعدين يرجع لعملية يزحف ما بصيرش من ناحية منطقية طب إيش السبب؟ لأن هناك نوع من التتابع نوع من التسلسل الطفل ينطق بالحرف في النمو اللغوي ينطق بالحرف ثم بالكلمة ثم بالجملة ثم بالفقرة ثم بعد ذلك يتحدث بطلاقة لاحظوا هان فيه عنده أنا تسلسل كمان يسمى المراحل النمائية عندك مرحلة الطفل الجنين الطفل الوليد أو الرضية طفولة مبكرة متوسطة متأخرة مراهق مبكرة متوسطة متأخرة أنا هاقيا أتكلم يا جماعة عن نوع من التسلسل نوع من التتابع واضح الكلام هذا؟ إذن النمو الإنساني يسير ضمن عملية متسلسلة متتابعة لاحظوا أنا ما ذكرت الشان موضوع التداخل لأننا نتكلم عنه بعد شوي تختلف سرعة النمو من مرحلة نمائية إلى أخرى كما تختلف سرعة النمو من جانب نمائي لآخر القانون الثالث في حاجتين مهمات في اختلاف في سرعة المراحل وفي اختلاف في سرعة الجوانب فأنا هاقيا بتكلم عن أن سرعة النمو تختلف من مرحلة نمائية إلى مرحلة نمائية أخرى إشي موضوع؟ ولما ناجي أقول أن سرعة النمو تختلف من جانب إلى جانب آخر داخل المرحلة الواحدة هذا كمان كلام يعني مختلف تمام؟ نجي للنقطة الأولى أن سرعة النمو تختلف من مرحلة نمائية إلى مرحلة نمائية أخرى مين حابة؟ سرحنا إياها أو جيب لنا مثال تفضلي أستاذ هنا مثلاً في مرحلة لو تكون مرحلة همون مختلفة في عندها مرحلة راح تخطاها بسرعة وفي مرحلة راح تطول فيها فزي إيش مثلاً؟ لسأنا مرحلة الطفولة بسرعة بتخلص لك مرحلة المراحقة بتخل وقت كبير يعني مثلاً الطفل يكون منصف أول إلى سادس بعد كده بدخل في المرحلة المراحقة مثلاً منصف سادس لأولى جامعة مثلاً هذه المرحلة المراحقة أنا أتكلم عن الفترة الزمنية التي يقضيها الطالق الطفل ضمن المرحلة النمائية أنا أتكلم عن سرعة النمو في هذه المرحلة سرعة النمو في هذه المرحلة مقارنة في المراحل الثانية تمام؟ فضلي حلقتها هو الطفل مدة الحامل تبعته بيزد تقريباً معدل تباعه 50 سنتي متر والنمو تباعه المفروض 3 كيلو أما في الطفولة المعدل الأساس 7 كيلو يعني أنت أخذت كمثال نمو الجسمي تعالوا نشوف الطفل الجنين بنلاقي النمو الجسمي عنده ماله يا جماعة سريع جداً أسرع مراحل النمو اللي بيكون فيها النمو بشكل سريع جداً ومتسارع اللي هي المرحلة الجنينية تمام؟ الحمل مرحلة الطفولة المبكرة أو مرحلة الرضيع والطفولة المبكرة بنلاقي النمو فيها ماله سريع بس بدرجة أقل ماشي؟ الطفولة المتوسطة بيقل لي شوية النمو والتغيرات النمائية الطفولة المتأخرة بتزيد المراهقة بتكون أكثر لاحظوا هان أنه سرعة النمو تختلف من مرحلة نمائية إلى مرحلة نمائية أخرى يعني بعض المراحل النمائية النمو اللي فيها بيكون سريع وبعض المراحل التانية بنلاقي النمو اللي فيها بيكون أكثر بطئاً تمام؟ طيب في نفس المثال هذا تعالوا بس نشوف ماذا يحدث لو كانت سرعة النمو واحدة لو كانت سرعة النمو واحدة يعني لو كان هذا القانون معقل يجب أن تتحدث أن الطفل الجنين بنه يولده متوسط وزنه تقريباً 3 كيلو في قديش 3 كيلو؟ في 9 شهور نيفطرد في السنة؟ عشان أسهل للعملية الحسابية لو إنه الإنسان كل سنة بده يزيد 3 كيلو لما يكون عمره 50 سنة بده يكون وزنه 150 لما بده يكون عمره 70 سنة بده يكون وزنه 210 كيلو لو عاش لتسعين سنة بده يكون وزنه 72 كيلو أنتم لاحظين كيف؟ إذن هنا نقول أن سرعة النمو تختلف من مرحلة نمائية إلى مرحلة نمائية أخرى ومن حكمة ربنا علينا أن هذه السرعة تختلف أما لو كانت مستقرة ومستمرة على نفس الدرجة ديروا بالك وإحنا حسبناها على سنة لو حسبناها تسعة شهور ستطلع الزيادة أكثر واضحة هذه النقطة واضحة سرعة النمو ليست ثابتة سرعة النمو تتغير من مرحلة نمائية إلى مرحلة نمائية أخرى سرعة النمو تختلف من مرحلة نمائية أخرى يعني حيحدث أن الإنسان اللي عمره 90 سنة حيكون وزنه 270 كيلو فهذا كلام للإنسان الكبير ووزن زي هيك مشكلة صور يعني الأوزان 200 و 270 و 250 و 210 وضع صعب يعني طيب في نفس النقطة اللي هان تختلف سرعة النمو من جانب إلى جانب آخر داخل المرحلة الواحدة عيد مرة ثانية تختلف سرعة النمو من جانب يعني من مظهر إلى جانب آخر داخل المرحلة النمائية الواحدة تمام فضل يا أستاذ مثل الجانب اللغوي مثلا في مرحلة الحفولة البكرة بيقول ليس بيحكي كلمات مجمع بيقول عنده نمو كثير في كلمات في الجانب اللغوي يعني بيثقل شوية شوية فإيش يعني من الجانب اللغوي أو إيش بيكون كثير سريع وهو تمام بيحاول يجيب مصلحات ويحكي كلمات بعدين بيثقل شوية بعدين مثلا ما يكبر مثلا مرحلة المرحقة والشباب بيكون عنده حاصل نغوي كثير انت بتشرح الكلام اللي حكينا قبل شوية تختلف سرعة النمو من مرحلة لمرحلة تانية أنا بقول من جانب لجانب تاني داخل المرحلة الواحدة من جانب لجانب داخل المرحلة الواحدة تفضلي مثلا في مرحلة المرحقة بزداد عند الشخص طول مثلا في شكل كبير لكن زيادة في الطول ما بسيرش مثلا زيادة هذه نفسها في كبر الدماغ أو مسلطة الذكاء ممتازة رائعة جدا يعني نجي للمثال اللي هي حكته حكت ناخد المراهقة كمرحلة فيها عدد جوانب بنلاقي الجانب الجسمي في مرحلة المراهقة سريع جدا الجانب العقلي صح سريع لكن بدرجة أقل والجانب الانفعالي بشكل مختلف والجانب الاجتماعي بشكل مختلف الجانب الجنسي مثلا بشكل مختلف لاحظوا انه هاي السرعة مش ثابتة مختلفة تختلف سرعة النمو من جانب الى جانب اخر داخل المرحلة النمائية الواحدة اللي احنا ضربنا عليها مثال انا كانت مرحلة المراهقة ماشي يعني تعالوا طفل الجنين النمو الجسمي عنده بكون سريع طب النمو اللغوي نمو الفسيولوجي اه موجود اذا سرعة النمو تختلف من جانب الى جانب اخر داخل المرحلة الواحدة او في نفس المرحلة النمائية الواحدة كيف انا انا كمثال ضربت في مرحلة المراهقة اه في مرحلة المراهقة لا في مرحلة المراهقة لا ما بصيرش ليش؟ لان لاحظوا انت في مرحلة المراهقة يصل الانسان الى اقصى درجة من مثلا الطول او البلو بيصل بعد هيك بعد هيك بيجي النمو العقلي بصير يزيد 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 في النهاية ممكن يتساوي النمو العقلي مع النمو الجسمي ممكن يكون اقل ممكن يكون اكتر ممكن يكون اكتر بس انا قاع بتكلم عن السرعة يعني مين اسرع في النمو اللي بيسرع يا جمال اللي بيصل ان النمو الجسمي سريع جدا النمو العقلي سرعته ابطأ تمام؟ هذا مش معناه ان الفجوة ستكون زي هيك الان النمو الجسمي راح يتوقف على سن 16 سنة 17 سنة النمو الجسمي راح يتوقف نمو العقلي بيضاله شغال بيزيد 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 طبعا حسب القدرات والامكانيات وحسب الظروف البيئية لربما يتناسب ويتناغم العمر العقلي مع العمر الزمني وهذا في النهاية الانسان يسمي احنا متوسط الذكاء اذا تساوي العمر العقلي مع العمر الزمني وممكن العمر العقلي يكون اعلى من العمر الزمني يسميه انسان موهوب او انسان متفوق تمام؟ وممكن يكون اقل شوية طبعا كل انسان صحيح الجانب العقلي نوعين في الجانب العقلي اللي له علاقة بالوراثة هذا بتوقف لعند سن 17 سنة 18 سنة حسب الاختلاف بينما الذكاء اللي له علاقة بالجانب البيئي يبقى مستمر ينمو ويستمر ولا يتوقف فإحنا ذكاءنا هو محصلة للعامل الوراثي والعامل البيئي العامل الوراثي ينمو ذكاء الإنسان إلى حد معين ثم يتوقف بس هذا مش معناه أن نمو الذكاء سيتوقف لا بعد ذلك دور العامل البيئي إما أن يساهم في الزيادة أو خلاص يقف عند هذا الجانب إذن القانون الأول والتاني والتالي وضحات في إشي بدو إعادة تسألي فيهم أنا أتكلمت كسرعة أنا أتكلم هان كسرعة كسرعة لاحظوا معايا يبدو هذه النقطة فيها نوع من الغموض السرعة النمو النمو الجسمي أسرع تلاقي نمو الجسمي هان والنمو العقلي هان إذن تختلف سرعة النمو سرعة في نهاية مرحلة أو يعني عند حد معين هللاقي النمو الجسمي وقف هذا مش معناه نمو العقلي بيضلوا واقف هان بعدك بيضلوا يزيد 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 ممكن يتصير هان وممكن أعلى وممكن أقل لكن أنا بتكلم عن سرعة النمو السرعة يعني مين بيكون أسرع في النمو لاحظوا أنتوا بالصف السابع والتامل بالنسبة للبنت والتاسع والعاشر بالنسبة للولد لقي مثلا الولد طويل وعريض فئله ولحية وصوته تغير لكن لسه تفكيره وعقليته تفكير أطفال هان وصل إلى أقصى درجة من النمو الجسمي البلو خلص خاصة طول خلص خلصنا بس النمو العقلي ساع بطيء في النمو هذا مش معناه أنه النمو العقلي حيظله زيه طول عمره بعد ثلث أربع سنين هللاقي أنه هذا الإنسان يختلف كليا صار إنسان راكز وصار إنسان واعي لربما يكون إنسان كمان يقول عنه أكبر من عمره إنسان موهوب وضحت الفكرة هان أنا بتكلم عن سرعة النمو طيب النقطة اللي بعد هيك إنه نمو الإنسان يتأثر بعوامل داخلية وعوامل خارجية نمو الإنسان أيا كان في أي مجتمع وفي أي ثقافة يتأثر بعاملين اتنين عوامل داخلية وعوامل خارجية العوامل الداخلية هي الوراثة الوراثة التي تنتقل إلينا عبر الجينات من الأباء والأجداد سواء كانت صفات سائدة أو كانت صفات متناحية زي إيش طيب الأشياء التي تنتقل إلينا بالوراثة لون البشرة لون العيون الشكل الخارجي طول القامة الشعر بعض الأمراض هاي كلها بنسميها إحنا أشياء تنتقل إلينا بالوراثة تمام؟ إذن يتأثر نمو الإنسان بعوامل داخلية بين جسين وراثية وعوامل خارجية لها علاقة بالبيئة البيئة والثقافة والمجتمع واللغة والوسائل الإعلام والقنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي والتربية والتعليم والمدارس والمؤسسات والمجتمع هاي الأمور كلها مع بعض العوامل الوراثية الداخلية مع العوامل الخارجية بتتفاعل مع بعض فأنتجت شخصيتي وأنتجت شخصيتي شخصيتي الأخرى والأخرى والأخرى فكل شخصية فينا إحنا هان هي نتيجة لتفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية بالمناسبة هان بعض الأشياء اللي علاقة بين أمو الإنسان تتفاعل بدرجة أكثر مع العوامل الوراثية زي الجانب الجسمي الجانب الجسمي بتأثر أكثر بالوراثة تمام؟ الجانب العقلي لا ما بين الوراثة وما بين البيئة وهذا موضوع كبير يعني خلينا نقول بدرجة متوازنة 50% 50% إذا جاز التعبير في عوامل تانية بتتأثر بالجانب البيئي أكثر زي مثلا خلينا نقول الانفعالات خلينا نقول الجوانب الاجتماعية اللي بتكون موجودة عند الانسان هاي تتأثر أكثر بالجانب البيئي أو بالجانب الخارجي وضحت هذه الفكرة ركزي فيها كويس لأنه بعد شوية هنجيب احنا اشياء قريبة من هذه النقطة من ناحية الصياغة لكنها تختلف من ناحية المعنى النمو الانسان يتأثر بعوامل داخلية وعوامل خارجية طيب ينمو الانسان نموا داخليا هذا قانون جديد يختلف عن القانون السابق ينمو الانسان نموا داخليا عندما تحدث عملية الإخصاب تنتج لنا البويضة المخصة ثم تنقسم بتصير ثنتين ثم تنقسم بتصير أربعة بتصير تمانية بتصير ستعش بتصير مضغة بيبدأ الإنسان يتشكل بتزيد يعني هذه الخلايا تزداد انقساما وفي نفس الوقت تزداد حجما يبقى نمو الانسان له علاقة بالعوامل ايش يا جماعة الخير بالنمو الداخلي له علاقة بالنمو الداخلي ينمو الانسان نموا داخليا اما من خلال انقسام الخلايا وتكاثرها او من خلال زيادة الحجم والوزن لهذه الخلايا فيزداد الإنسان مثلا الطفل عندما يولد بيكون خمسين سانطة طوله بسن خمسة عشر ستعشر سنة بيكون طوله مية وخمسين سانطة او مية وستين او مية وسبعين كيف زاد هان عنده انا زاد من خلال تكاثر الخلايا او من خلال زيادة حجمها وكذلك الوزن عند الإنسان هنا نقول ان نمو الإنسان او ينمو الإنسان نموا داخليا يعني صعب ان نتصور ان الإنسان يجيب حاجة ويركبها الى عشان يطول صح؟ لا ما بصيرش لكن ينمو الإنسان نموا داخليا الى علاقة بتكاثر الخلايا وانقساماتها او بزيادة حجمها ووزنها لاحظوا ان هذا القانون يختلف كليا عن القانون السابق قانون السابق يتأثر نمو الإنسان بعوامل داخلية وخارجية هناك بنتكلم عن وراثة وبيئة بس هان ينمو الإنسان نموا داخليا من خلال الانقسام والتكاثر او من خلال زيادة الحجم والوزن اتنين وضحات هنا قانون الهدولة وضحات تمام طيب القانون اللي بعد شوية اذا بتلاحظوا القوانين مبنية على محاضراتنا السابقة جزء كبير منها مبني على محاضراتنا السابقة لانه هذا المساق بالاساس عملية ايش؟ تراكميا المحاضرات بيلاقيها مبنية على بعض يمكن الطالبات الاجداد اللي محضروش معانا بيحسوا بنوع من الصعوبة يعني في فجوة معينة بتصير معاهم الطالبات اللي كانوا ماشيات عادي بيحسوا بفرق هذه النقطة اخدناها جوانب النمو متداخلة مع بعضها البعض مين يشرح لنا هاي العبارة وهذا القانون جوانب او مظاهر النمو متداخلة مع بعضها البعض يمكن صار لنا ثلاث محاضرات بنتكلم في نفس الجهة وفي نفس المجال لنا ناس جداد لو سمحتوا تفضل يا أستاذ انه النمو اللغوي في مرحلة من المراحل يستعلق بالنمو الاجتماعي مثلا الطب الأول من يتكلم يكون علاقة الاجتماعية مع الآخرين تبتها تكون بشكل ملاحظته يعني مثلا الجنب الحركة بأثر برضو على الجنب الانتعالي بأثر على الجنب الاجتماعي تمام طبعا لو كانوا واحد من شلود حي حيلاقي صعوبة لما بيتكوون مع الاجتماع أو بيتعالى التعامل معهم صحيح إذا مردتكو بتحكي لو فيه سين من الناس عنده عاقة حركية جانب العلاقة بالجانب الجسم أو بالجانب الحركة ينتج عنه مشكلة في الجانب الاجتماعي وفي علاقاته الاجتماعية بتصير علاقاته الاجتماعية محددة أو محدودة ترتب عليه مثلا المشكلة في الجانب الانفعالي تمام فجوانب النمو مترابطة مع بعضها البعض لأنه بالأساس صعب أنه أنا أفصل ما بين هاي الجوانب كنت يبدوك تحكي شيء آه أنه أي مظهر يكسر في الخلال يأثر على البطل تمام واضح هذا القانون واضح القانون اللي بعد هيك يخضع النمو لمبدأ الفروق الفردية النمو بيخضع لمبدأ الفروق الفردية تمام كيف هذا القانون بيصير تفضلي إنه إنسان في طبيعته أنه طبعا كل جميع جميع يعني الجميع يمون في نفس المراحل ولكن هذه المراحل فيها فروق فردية نتسلف الفرد لإنسان طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في الإنسان أنه أنه في إنسان مثلا من ناحية الجانب العقلي أنه يكون جميع مثلا من نفس المرحلة ممكن لكن يكون دونك فرق ومنهم يكون الذكي أو متوسط الذكاء طبعا هذا يسهل التعامل يسهل التفاهم بين الناس ممتازة ما شاء الله عليك تفضلي أنا شخصان ولد بنفس اليوم تصدروا إن التنين ينطقوا نسل كمنا بنفس صغير يبطوا بنفس تمام يعني إحنا لو بدنا ناخد مجموعة من الأفراد يولد بنفس اليوم وبعد هيك عملنا عليهم دراسة تتبعية ونشوف وقتيش الطفل الأول بدو يمشي والطفل الثاني بدو يمشي الطفل الثالث بدو يمشي وقتيش والرابع والخامس والعاشر نفترض عشرة حنلاقي العشرة كل واحد حيمشي فيهم في يوم يختلف عن الآخر طبعا إذا كان الصدفة وأجي تنين مع بعض مس يعني نادر إنها تصير إذن كل واحد فيهم حيمشي لحاله أو في وقت يختلف عن وقت الطفل الآخر إذن هان في بينهم فروق فردية طيب الإخوة في البيت طبعا إيخوة في البيت ممكن بعض الناس أو بعض الإخوة أو بعض الأطفال يكون ما شاء الله علي ذكاؤه ذكي جدا والبعض الآخر تلاقي ذكاؤه محدود مش مشكلة تمام إحنا هنا بنتكلم عن فروق فردية ما بين اللي هو الأطفال إذن يخضع النمو لمبدأ الفروق الفردية يسير النمو من العام إلى الخاص أو من الكل إلى الجزء أو من المجمل إلى المفصل نفس الشيء لنفس القانون من العام إلى الخاص من الكل إلى الجزء أو من المجمل إلى المفصل تعالوا نشوف الأطفال اليوم كيف بتعلموا بالروضة بالصف الأول وبالتاني بتعلموا الكلمة زي ما هي بعدين بتعلموا من إيش بتتكون الكلمة بيحفظ الصورة وبعد هيك بيبدأ يتعلم الكلمات إذن هو بتعلم الأمور بصورة كلية ثم بعد ذلك ينتقل إلى اللي هو التفاصيل هذا في موضوع التعلم طب كيف هذا الأمر بنعكس على موضوع النمو؟ بنلاحظ إنه الطفل لما في البداية بنفعل بتلاقيه بيحرك جسمه كله صح؟ طفل اللي عمره شهرين وثلاثة واربعة بيحرك جسمه كله بحرك راسه بحرك إيديه بحرك رجليه بحركة إيش؟ كلياً شوية 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 بيلاقي الطفل لا بيميز ممكن بس يحرك إيديه ممكن يحرك رجليه ممكن بس يحرك العين اللي عنده وبالتالي تنزل لدموع لو كانت فيه كرة موجودة على الأرض والطفل اللي صغير بده يمسكها في البداية شو بيعمل؟ كل جسمه بينزل بمسكها بكل جسمه وبيقف ويدوبها يعني يقدر يريه بعدين بتلاقيه شوية بينزل وبمسكها بديتين تاني بعدين هو واقف بده النقزيه وبمسكها بعدين يمكن يقدر يمسكها بيدة واحدة إذا كانت الكرة صغيرة لاحظوا النمو كان بشكل عام ثم بعد ذلك انتقل إلى اللي هو التفاصيل إذن النمو يسير من العام إلى الخاص من الكل إلى الجزء أو من المجمل إلى المفصل حتى طبيعة الإنسان يعني في البداية أو لم يدخل مكان يأخذ عنه فكرة عامة هيك بتطلع عليه بشكل عام ثم بعد ذلك يميل إلى اللي هو إدراك التفاصيل قانون قبل الأخير يتكوى من حاجتين أنا نمو